أريد أيضاً دكتور علي أن تلقي لإضاءة ولي والسيدة المشاهدين الكرام حول الأوضاع الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق الشقيق وإلى أي مدى لديهم حقوقاً في القانون أو في الدستور وسننتقل في فقرة تالية إلى التطبيق طبعاً بداية أشكرك وشكر ضيوفك الكرام وحقيقةً البرنامج القناة الغد الذي تقدمه هو من ضمن الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة نحن في العراق في سنة 2005 حينما شرعت الدستور العراقي وضعت المادة 32 طرعت دولة ذوي الاحتياجات الخاصة وينظم ذلك بقانون مع الأسف نحن عشنا صراعات من النظام التعسف الدكتاتور البائد النظام البائد اللي أخذ الشعب العراقي بمغامرات بحروب وحروب دول الجوار والحصار اللي أذى الشعب العراقي اللي ولد عندنا كثير من ذوي الإعاقة ومخلفات الحروب اللي بقات نتيجة الانفجارات اللي صارت بعد 2005 بعد دخول الأمريكان فأدت إلى كثير من ذوي الإعاقة أصبح للعراق فتحركنا على مجلس النواب العراقي في سنة 2012 العراق الضم إلى التفاقية الدولية لذوي الإعاقة وفي سنة 2013 شرع قانون 38 قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة هذا القانون للأسف الشديد الهيئة غير مستقلة رئيس الهيئة مع الأسف فوجير العمل والشؤون الاجتماعية وللأسف الشديد لا توجد فيه رعاية حقيقية لذوي الإعاقة مع الأسف ما وجدناه في هذا القانون هو فقط راتب معين للمعاق بينما توجد في القوانين العالمية حقهم دمجهم بالمجتمع عدنا بالقانون نسبة 5% تعينات ذوي الإعاقة بالدوائر الدولة للأسف هذه الفقرات لم تطبق لحد الآن يعني ما يعانيه ذوي الإعاقة في العراق من قلة الأطراف الصناعية المتطورة اليوم العالم وصل إلى زراعة الأعضاء نحن هذا بالعراق لا نستخدم الأطراف الرديئة اليوم اللي عنده بتر جوه الركبة اليوم البتر ما تصبح فوق الركبة وهذا ضد الاتفاقيات الدولية اتفاقية ذوي الإعاقة نحن نكون اليوم ندمي ذوي الإعاقة بالمجتمع وعدنا قانون صوت علي مجلس النواب العراقي لهذا القانون قانون 38 بحاجة إلى تعديل واتقينا مع السيد وزير العمل وشؤون الاجتماعية الحالي وطالبنا بتعديل قانون ذوي الإعاقة قانون 38 هذا القانون مع الأسف بمواد غير مطبقة وبمواد بحاجة إلى تعديل نعم اشتركوا في القناة